السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزاي الطلبات وطالبات وأولية عمور الصف الثاني لعدادي النهاردة إن شاء الله معدنا مع حل كتاب المعاصر يونت تان اللي هي بعنوان We are what we were اللي لسه أول مرة يتابعنا احنا بنشرح جرامر اليونت بالكامل وبنشرح الدروس والكلمات وبنحل على اليونت بالكامل من كتاب المعاصر وجام تقدروا طبعا تدخلوا على القناة والتابعوا فيديوهات الشرح كاملة بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا مجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا إن شاء الله دعموكم مهم جدا لنا لأنه بيشجعنا نقدم أكتر ونستمر يلا نبدأ مع بعض هنبدأ في بيج 172 درس الأول والدرس الثاني نبدأ كده بع بعض بيقول لي مستر أحمد دائما بيبدو إيه في الاجتماعات المدرسية والفصول كمان الملابس بتاعته بتكون على الموضة يبقى هو بيبدو عايز يقول إن هو أنيق أو أو طبعا مهندم يبقى سمارت يبقى لوكس سمارت أن طيدي غير مرتب أجلي قبيح أولد كبير ذا الشوب أسستنت اللي هو بائع في محل أو مساعد في محل أسكت ميت أباوت ماي شوز هو سألني عن إيه الحزاء شوز صيز اللي هو المقاس أدراس عنوان مكان هايت ارتفاع ويت اللي هو وزن طبعا سألني عن مقاس الحزاء بعض الحيوانات بيكون عندها جلد إيه مثل الحيوانات الحمار الوحشي بيكون عندها عايز أقول إن هو بيكون عندها جلد مخطط اللي هو سترايب دي سكان أما تشيك دي معناها فحصة كالورفول معناها ملون جولد معناها زهب يونج بيبول لايك ويرينج ناط كولوز لايك كالورفول تي شيرتس الشباب طبعا يونج بيبول هما الشباب بيحبوا ارتداء ملابس مثل تي شيرتات اللي هي الزهية أو الملونة وكمان الأحزية الرياضية طبعا لبس كاجول اللي هو لبس طبعا غير رسمي أما فورمال رسمي كبير سن أو قديم وبعد كده ترادشنال اللي هو تقليدي بعد كده بيقول لي most european countries معظم الدول الأوروبية have cold not most of their لديها بارد معظم العام طبعا عايزة أقول لديها مناخ بارد اللي هو cold climate أما sky اللي هي سماء private اللي هو ملكية خاصة ولمت معناها يحدد بعد كده بيقول لي shoes bags and pants are often made of الأحزية والحقائب والأحزمة عاد أو غالبا ما تصنع من الأيه عايزة أقول من الول الصوف ولا مثل المعدن leather الجلد ولا الود الخشب طبعا من leather اللي هو الجلد المدبوخ you have to choose good not to practice running well يجب ان انت have to معناها يجب ان انت تختار عايزة أقول ايه حزاء الرياضي جيد لكي تتضرب على الجيدا طبعا هو trainers اللي هو الحزاء الرياض slippers اللي هو ship ship turns اللي هي معناها يدور او يلف او دورات trains اللي هي قطارات excuse me من فضلك او معذرة what is the not of this belt عايزة أقول ايه نوع ايه لهذا الحزام قال له leather gelb leather دي من انواع material اللي هي المواد الخام اما ايه جي عمر color lone size اللي هي حجم او مقاس بعد كده بيقول i like to be not and feel relaxed in my clothes انا بحب ان انا كن ايه واشعر ان انا مرتاح في الملابس بتاعتيب انا عايزة اقول ان انا بحب ان انا كون comfortable مرتاح اما cold بارد hot hard lose معناها واسع لكن انا بيقول انا بحب ان انا كون مرتاح واشعر بالاسترخاء طبعا في ملابسي there is a beautiful not sheet on my bed i prefer it عايزة اقول فيه sheet هنا معناها ملاية 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 ايه جميلة على السرير بتاعي انا بقى افضلها يبقى هي مثل بعدا بلاستيك ولا لنن كتان ولا leather guilt طبعا هي لنن sheet ملاقة من الكتان بعد كده بيقولي most of ancient Egyptian women معظم السيدات في اللي هما مصرين القدماء like the two wear knot around their neck احبوا ان هما يلبسوا ايه حولوا عقبتهم اللي هي النكلسز اللي هي العقود boots اللي هي الحزاء اللي هو برقبة skirts اللي هي جباد jeans اللي هي pantalon jeans girls prefer wearing fashionable knot in their ears طبعا البنات بتفضل ارتداء ايه على الموضة في اذنيها اللي هو الحلق طبعا اللي هو earrings sunglasses اللي هي النظارة الشمسية rings اللي هي خواتم necklace اللي هي عقود knot is a material that women wear to cover their hair هي مادة خام طبعا او قماش النساء بترتديه لكي تغطي شعرها هو طبعا الhead scarf اللي هو الوشاح او الطرحة مسكر تجيبه بلاوز بلوزة شيرت قمير نكمل في بيج 173 a knot is a stripe of leather or material that you wear to support clothes for decoration طبعا هو شريط كده من الجلد او من القماش طبعا متريال هنا معناها القماش انت بتلبسه لكي تسنت طبعا ملابسك او for decoration هو البالت اللي هو الحزاء the teacher asked us to not turn to answer all questions in order طبعا المدرس طلب مننا ان احنا نتناوب الأدوار لإجابة كل الأسئلة بالترتيب يبقى هنا take turns معناها يتبادل الأدوار I like to not in a traditional style عايز اقولي ان انا بحب البس style تقليدي يبقى I like to dress in يرتدي نكمل في بيج 124 طبعا ده الجزء الخاص باختبار ماذا احتقانك ليه المفردات جزء التسميع كده بيقول لي what type of clothes would you like to wear ايه نوع الملابس اللي انت بتتود ان ترتديها قال له I like to wear عايز اقول له ملابس رسمية اللي هي formal clothes يبقى formal اللي هي معناها رسمي why do you like to wear formal clothes ليه انت عايز تلبس ملابس رسمي او ترتدي ملابس رسمي because I like to look eyes up دو ايه انيق اللي هي صفارت بعد كده بيقول لي dead men and women wear not clothes in ancient Egypt تعايز يقول لي هل الرجال والسيدات كانوا بيرتدوا نفس او ملابس متشابهة في مصر القديمة متشابه اللي هي similar قال له yes they did do you know what people wore and not عايز اقول له هل تعرف ما كان يرتديه الناس عايز اقول له في مصر القديمة اللي هي ancient Egypt قال له they were loose white linen clothes was ability كانوا بيلبسوا ملابس من الكتان بيضاء وواسعة او فطفاضة بحزام بعد كده سؤال الديالوج بيقول لي محمد is buying a jacket at a close shop محمد بشتري جاكت من محل ملابس طبعا سؤال الديالوج بنقرأه كاملا من العنوان ده لانه طبعا بيعرفني الديالوج بتكلم عنه كمان ممكن يكون في اجابة سؤال فالسلزمان الباع بيقول له hi how can i help you كيف استطيع انه ساعدك قال له محمد قال له hi i'm looking for a jacket انا ببحث عن جاكت فالسلزمان سأله ثاني وقال له how do you like your jacket كيف تحب الجاكت بتاعك long or short عايزه طويل ولا قصير طبعا هو هنا تحت مش محدد للمقاس اللي هو عايزه هو هيختار هنا يا طويل يا قصير ممكن يقول له مثلا long please طويل من فضلك او ممكن يقول له بقى الاجابة i like a long jacket please i like a long jacket please انا احب ان انا اشتري ايه jacket طبعا طويل من فضلك what color would you like ايه اللون اللي انت تحبه طبعا ممكن يقول له مثلا black اسود ممكن برضو يقول له please black please اسود من فضلك فسأله سؤال قال له yes it fits me ايه هو بيناسبني فعايز يقول هنا هل هذا يناسبك سؤال بمعنى هل لاني نجابه بيس عندي فعل في المضارع البسيط يعني الفعل المساعده او does هستخدم does لان انا عندي فاعل does it fit you هل هو بيلاقمك وغير بعض ضمار على حساب المتكلم والمخاطب ده بيناسبك قال له نعم ده بيناسبني سألوا سؤال قال له 200 باونز متين جنيه يبقى هو هنا بيسأل عن السع يبقى هيقول له كم تمن ده قال له عندي is it كم تمنه قال له متين جنيه هاي يقول له مثلا او كي هير يو ار اتفضل او ممكن يقول له هير يو ار اتفضل هير يو ار اتفضل هير يو ار اتفضل ويددلوا بقى الفلوس وقول له thank you شكرا لك السؤال الثاني برضو ده سؤال ديالوج بيقول لي فيه اتنين بيتكلموا عن they are talking about clothes in ancient Egypt بيتكلموا عن الملابس في مصر القديم فاي بيقول له can i ask you some questions ممكن اسألك بعض الاسئلة يقول له طبعا yes sure نعم بالتأكيد او yes of course نعم بالطبع او yes you can او ممكن يقول له sure او of course did men and women wear similar clothes in ancient Egypt هل الرجال والسيدات كانوا بيلبسوا ملابس متشابهة في مصر القديمة ايوه هم كانوا بيلبسوا ملابس متشابهة يبقى yes they did ده سؤال بمعنى هل يبقى الجابة يا اما بيس يا اما ابنه يبقى احنا نستخدم yes we they على هي طبعا بيعود على من ان ومن و بعد كده نجاوب بالفعل المساعدة يبقى is they did فسألوا سؤال ثاني قالوا they both were lose lose white landing clothes with a belt طبعا هم كانوا الاتنين بيلبسوا ملابس طبعا واسعة او فطفاطة بيضاء مصنوعة من الكتان بحزان يبقى عايز اقول ماذا كان بيرتدوا يبقى سؤال في الباز البسيط يبقى what did فاعل مساعدة والفاعل they what did they wear ماذا ارتدوا هما الاتنين كانوا بيرتدوا ايه قال لك كانوا بيرتدوا ملابس طبعا من الكتان بيضاء واسعة او فطفاط did ancient Egyptian wear shoes هل القدماء المصريين ارتدوا احزية رد قالوا ايه قالوا they wore sandals كانوا بيلبسوا صنادر اللي هو صندر المفتوح يبقى طبعا هما هنقول no they didn't لا هما ما كانوش بيلبسوا shoes ولكن كانوا بيلبسوا ايه صندر سأل سؤال قالوا children doesn't usually wear many clothes until they were about six years old الاطفال طبعا ما كانتش عادة بترتدي العديد من الملابس حتى سن ست سنوات ممكن نقوله بقى ماذا عن الاطفال يبقى وماذا عن الاطفال قالوا الاطفال ما كانتش طبعا اه ما كانوش بيلبسوا ملابس اه العديد من الملابس حتى سن ست سنوات نكمل في ده اه كنا شرحنا اللي هو ترتيب الصفات وقلنا اه طبعا ان الصفة بتصف الاسم وتأتي قبلها او بعد وقلنا طبعا ممكن نصف الاسم باكتر من صفة ثلاثة او اربع صفات مش اكتر من كده قلنا لازم الصفات دي كلها ترتيب او الحاجة بنجيب الوصفة او الحجم بعد كده الشكل والعمر واللون والمادة الخام وبعد كده في الاخر بنجيب الاسم كل ده واكتر شرحنا في فيديو منفصل شرحنا فيه جرامر اليونت بالكامل تقدروا تدخلوا على القناة واتبعوا الفيديو كاملا نبدأ كده مع بعض بيقولي انا اشتريت قميص ايه احمر وكوتنو جديد طبعا دي مش هتنفع عشان المادة الخام جات في الايه جات في النص احنا قلنا ان المادة الخام لو عندي كزا صفة المادة الخام بتكون في الاخر طبعا اللي هو جديد اللي هو العمر واللون والمادة الخام طبعا دي هي اللي هتكون الاجابة لان هنا ده الترتيب الصحيح وطبعا ما تنفعش دي عشان المادة الخام جات في النص ودي المادة الخام جات في الاول احنا بنجيب لو في مادة خام بتكون هي في الاخر طبعا ذهبنا الى الجزيرة عايز اقول في ايه في قارب طويل وقديم وخشبي برضو ايه ما تنفعشي الوادن مادة الخام جات في الاول وطبعا بي طبعا هو اللونج اللي هو الشكل وبعد كده العمر وبعد كده المادة الخام ودي الاجابة الصحيحة طبعا ما تنفعش دي برضو علشان المادة الخام في النص ما تنفعش دي عشان المادة الخام في الاول نكمل في بيج بيقول لي عايز اقول سوها دايما بتلبس البلوزة دي في الصيف البلوزة هنا احنا عايزين عايز اقول طبعا بيضاء وقطن وطبعا ما تنفعش دي لان المادة الخام جات قبل اللون وطبعا ده غلط ترتيب غلط اللي هي بيضاء قطنية طبعا ده هيكون الاختيار الصحيح ولان انا عندي اللون والمادة الخام طبعا ما تنفعش دي لان مادة الخام جات قبل الشكل طبعا جي هنا اللون قبل الشكل واحنا قلنا ان ترتيب الصفات واصفة او حجم شكل عمر اللون مادة خام اكتبهم كده اكتبهم كده سنة تانية قدامي وانا بحل علشان طبعا اقدر ان انا حل بكل سهول اكتب ترتيب صفات واحاول ان انا احفظ كده مثال في يضم جميع الانواع الصفات اللي موجودة عندي عشان اقدر ان انا حل على اي سؤال بكل سهول بعد كده بيقولي في الشتاء من الجيد ان احنا نرتدي ايه طبعا هنا حزاء طبعا هنا ماينفعش شراب مصنوع من الصوف طبعا هنا الاسم هو جيه هنا في النص طبعا دي ما تمفعش طبعا هنا شراب من الصوف طويلا ما تمفعش دي عشان المادة الخام جات في الاول من الصوف فهي بترتدي اشار بإيه طبعا ما تنفعشي لان هنا الصفة الوصف جيه في الآخر وإحنا قلنا ان الوصف بيجي في الأول طبعا هنا احنا قلنا ان العمر بيجي قبل اللون وطبعا احنا هنا وصف وعمر مفروض وصف وعمر اللون يعني مفروض يبقى pretty new green دي برضو ما تنفعشي طبعا هنا عايز يقول لي ان هو رائع وطويل وازرق وطبعا ده هيكون الاختيار الصحيح لان هو جاب لي هنا الوصف وشكل ولون وده اختيار طبعا صحيح أما هنا ما تنفعش برضو لان المادة الخام جات في الأول بابا هودا اشترى سيارة ايه طبعا هي عايز اقول ان هي حمراء وجديدة قهربية طبعا هو هنا جاب لي العمر هنا بعد اللون ولكن العمر هو بيجي ايه بيجي قبل اللون فدي ما تنفعش طبعا هي عندي جديدة وحمراء ويهي كهربية وطبعا ده الاختيار الصحيح وين عندي طبعا دي برضو ما تنفعشي لان هو لا يا شباب سوري هي مش الايجابة دي هي الايجابة اللي هي طبعا ليه بقى لان هنا اللي هو الوصف او اللوع وبعد كده اللي هو العمر وبعد كده اللون يبقى دي الإجابة دي ليست صحيحة الإجابة الصحيحة سيارة طبعا حمراء جديدة كهرباء هي طبعا صعبان عايزة أقول هو صعبان طويل يبقى طبعا عندي هنا المخطط اللي هو الوصف وبعد كده المادة الخام وعندي هنا جديد العمر اللي هو اللي هو الجديد والشكل لا احنا منجيب الشكل الأول وبعد كده العمر فدي خطأ المادة الخام طبعا ما بتجيش قبل اللون وعندي بلاستيك سترايب طبعا المادة الخام ما بتجيش قبل الوصف بالإجابة الصحيحة سترايب بلاستيك الناس عادة أو أحيانا بترتدي صندلز ايه صندلز في مصر القديمة كانوا بيرتدوا ايه صندل ايه غالية من الجيل ولا لنين بريتي طبعا جميلة من الكتان دي مش هتنفع عشان المادة الخام المفروض بتيجي في الآخر لذر بيج طبعا برضو المادة الخام بتجي في الآخر وليذر ريد المادة الخام بتجي في الآخر يبقى لجابة الصحيحة بعد كده بيقول لي لا تحب ارتدئي الملابس الألوان الزهية الحديثة ويه كمان اللي هي الملابس طبعا جاب لي هنا الاسم طبعا هو هنا جاب لي اللون قبل العمر وطبعا احنا قلنا العمر بيجي الأول بعد كده بمودرن كيلورفول كلوز طبعا عندي هنا ايه عندي هنا اللي هو العمر المودرن وعندي لون وبعد كده الاسم طبعا كيلورفول مودر ما تنفعش دي لأن الاسم جي في الأول كيلورفول كلوز مودر ما تنفعش برضه عشان الاسم جي في النص يبقى هي مودرن كيلورفول كلوز ملابس جديدة وزهي ليه علي بيحب ارتداء هذا التشيرت اجلي اول دولième اللي هو قبيح وهو الوصف والعمر قديم وayيه كمان مصوف مادة خام والال اول دول اجلي طبعا عندي عمر وعندي هنا المادة الخام دي ما تنفعش لانه جات في النص اول اجلي اولد المادة الخام جات في الأول اجلي واول اولد المادة الخام جات في النص يبقى الاختيار الأول هو الاختيار الصحيح عايز اقولي ان صديقي فقد نضرته الشمسية ايه ،،، نضارها غالية البلاستيك تنافسي لأن المادة الخام في النص ،،،،،، هناج البلاستيكاف غالية البلاستيك لكن المادة الخام البلاستيك تتم تعلية غالية البلاستيك ،،،،،،،»,،،،،،،،،،،،皆さん اب aged invest in physics ، و différent comida المادة الخام جاء في النص وهنا المادة الخام جاء في الأول ohed still lives in ihr隻 الاختيار صحيح هكسب بلاك بلاستي. هده عندها جاكت ايه? هو طبعا قديم وغريب وبني. احنا قلنا هنا اللي هو الاول الشكل او الوصف وبعد كده العمر وبعد كده اللون. بدي ما تنفعش. اللي هو بني اللون جيه الاول طبعا ما تنفعش لانه اللون بيجي في الاخر. عندي هنا اولد براون طبعا هو هنا اللون والعمر جوم قبل ايه قبل الوصف. يبقى هنا عندي الاختيار الصحيح طبعا براون جاب الايه جاب الوصف الاول وبعد كده العمر وبعد كده اللون. بعد كده سؤال كوريك. كلا هما ارتدوا ايه? عايز اقول ملابس اه من الكتان فطفاضة وبيضاء. يبقى انا بحزام. يبقى انا هنا عندي الاسم هنا يبقى انا اول حاجة لو انا عندي مادة خام بحطها في رقم تلاتة. وبعد كده بجيب بقى قبلها الايه? قبلها اللون. يبقى انا عندي المادة الخام قبلها اللون. يبقى ده رقم اتنين. وبعد كده بجيب الايه لشكل اللي هو الفطفاض. يبقى انا اكتب كده. انا هنا هرقم بس عشان مكان. ممكن نكتب عاد. اه اتس اه جريم بريتي دريس. عايز اقول هو فستان جميل. احنا قلنا الوصف بيجي الاول. يبقى احنا هنقول ايه? بريتي جرين. يبقى احنا هنكتب بريتي جرين. اكتب هكده. بريتي جرين. بعد كده. they are comfortable wool blue jacks. عايز اقول ان هو جينز سوري. مريح وكمان لونه ازرق من الصوف. احنا عندنا المادة الخام. المادة الخام. يبقى نكتبها هي في الاخر. دي رمبر ثوري ترتيبها التالت. وبعد كده قبلها بقى بيكون اللي هو اللون. والاول طبعا بيكون اللي هو الوصف. يبقى هقول ايه? comfortable blue wool jeans. women like to wear. السيدات بتحبت ان هي ترتدي. عايز اقول ايه? عقد جميل من الزهب. احنا قلنا الوصف. وبعد كده ايه? المادة الخام. يبقى احنا هنستخدم beautiful gold. وليس gold beautiful. it's a beautiful wool blue skirt. عايز اقول جيبها زرقاء من الصوف جميل. احنا بنجيب الوصف الاول. وبعد كده بنجيب اللون. وبعد كده بنجيب المادة الخام. يبقى a beautiful blue wool. it's a purple wool nice jumper. عايز اقول ان هو بلوفر رائع كده. ولونه ارجواني من الصوف. طبعا احنا عندنا مادة الخام بتتحط في الاخر. يبقى دي رقم ثلاثة. واجيب قبلها اللون. وبعد كده في الاول بجيب اللي هو الوصف. يبقى it's a nice purple wool. master and message usama. اه استاذ وطبعا مادام الاستاذ اسامة live in and عايز اقول ايه live in. بيعيشوا في شقة كبيرة وقديمة مصنوعة من الطوب. اول حاجة البروكل المادة الخام دي رقم ثلاثة. طيب انا عندي هنا حجم. وعندي هنا عمر. يبقى big الاول اللي هو الحجم. دي رقم one. وبعد كده العمر اللي هي رقم two. يبقى in a big old brick. they are black expensive plastic glasses. اعايز اقول نضارة من البلاستيك غالية وسوداء. يبقى انا هنا عندي المادة الخام دي حطها رقم ثلاثة لان عندي ثلاث صفات. وعندي هنا قبلها بيكون اللون وفي الاول بيكون اللي هو الوصف. يبقى they are expensive black plastic glasses. بعد كده بيقول لي sama has a cotton pink skirt. عايز اقول سما عندها جيبة اه طبعا اللي هي عندي pink ومن القطن عندي هنا اللون. يبقى انا بحط اللون في الاول وبعد كده بحط ايه المادة الخام. يبقى sama has a pink cotton skirt. he is a tall old strong man. عايز اقول هو رجل قوي وطويل وكمان ايه وكمان عجوز. يبقى انا عندي هنا الوصف الاول اللي هو strong. وين عندي كمان بعدها اللي هو الشكل اللي هو طول. وبعد كده العمر اللي هو old. يبقى it's a strong tool old man. it's a red leather round bag. عايز اقول حقيبة حمراء مستديرة من الجلد. الجلد طبعا اللي هو المادة الخام number three. وبعد كده طبعا اللي هو قبله اللي هو بيكون على طول اللون. وبعد كده الشيء بالشكل يبقى it's a round red leather bag. the girl is wearing a cotton striped dress. عايز اقول فستان مخطط من القطن. طبعا المادة الخام بتيجي في الاخر يبقى آآ المادة الخام ويقبلها اللي هو اللي هو اللي هو الوصفي. but it's a striped cotton dress. نكمل في page one hundred twenty seven. ده على الدرس الاول والتاني. السؤال الاول ده سؤال سؤال الاستماع بيعتمد على ان انت بتستمع لنص من خلاله بتجاوب على الاسئلة. حاول ان انت تقرأ الاسئلة قبل بتسمع النص تاخد كده فكرة عنها وبعد كده تسمع آآ النص ويتوقف الفيديو وتحل وبعد كده تشغل تاني تشوف نفسك حلت صحة وخطأ كنوع من الواع التدريب على السؤال. نسمع كويس كده مع بعض بيقول لي. and ancient egypt men and women wore similar clothes. they both wore loose white linen clothes. the ancient egyptians didn't wear shoes but some people wore expensive leather sandals. السؤال الاول بيقول لي. and ancient egypt not wore similar clothes اللي هو من and women. السيدات ورجال لبسوا. كانوا بيلبسوا ملابس متشابهة. they both wore loose white linen clothes. كانوا بيلبسوا ملابس واسعة بيضاء من الكتان. the ancient egyptians didn't wear. المصرين القدماء لم يرتدوا shoes. احزي. some people wore expensive leather sandals. السؤال الثاني ده سؤال دالك. سؤال المحادسة بيقول لي. and a closed shop في محل ملابس. الشوبكيبر البائع بيكلم الجبون. فبيقول له. can i help you? هل ممكن لنا ساعدك? رد عليه قال له ايه? قال له we have some nice dresses. احنا عندنا بعض الفسادين الرائعة هون. يبقى هي طبعا عايزة تشتري فستان. يبقى لما يسألها يقول لها can i help you? هتقول له طبعا yes نعم. i want to buy address. i want to buy address. عايزة اشتري فستان. قال لها احنا لنا بعض الفسادين الرائعة هون. what color would you like? ايه اللون اللي انت حباه? فهي هنا طبعا مش محددة لون. يبقى هي هنا هتقول له مثلا. i'd like blue. انا اودي ايه? انا اودي مثلا او انا افضل اللي هو البلو. اللي هو الازرق. i'd like blue. what about this one? وماذا عن ذلك? it's cute. ده جميل. but i must try it first. لازم اجربه في الاول. سألته سؤال. قال لها the changing room is over there. حجرة تغيير الملابس هناك. يبقى عايزة طبعا ان هي تسأله عن حجرة تغيير الملابس. وهتقول where هي معناها اين? where is? اين تكون the changing room? اين تكون حجرة تغيير الملابس? قال لها حجرة تغيير الملابس هناك. is over there. سألته سؤال. قال لها yes we have a smaller size. احنا عندنا اصغر. يبقى هو هنا ده السؤال بمعنى هل يبقى عند ايه ده? طبعا ده اه هيبدأ او بي دو لان انا عندي فعل في المدارع البسيط. هيتقول له طبعا do you have? هل انتو عندكم طبعا? هل انتو عندكم واحد اصغر? قال لها طبعا احنا عندنا اه مقاس اصغر. do you have smaller size? هل انتو عندكم مقاس اصغر? قال لها yes we have a smaller size here you are تفضلي. هتقول له طبعا thank you. شكرا لك. بعد كده سؤال. show the correct answer بيقول لي not is animal skin. هو جلد حيوان which is treated. اللي هو بيعالج او بيعامل and used to make shoes. وبيستخدم لي صناعة الاحذية. طبعا هو اللذر اللي هو الجلد. اما قطن اللي هو القطن جولد الزهب والصوف. to build a house. لكي تبني منزل. you think of the design and the knot you will use. انت بتفكر في التصميم وكمان في المواد اللي انت هتستخدمها. اللي هي الماتريالز المواد. اما parts اجزاء. roofs اسطح. rooms حجرات. نكمل في page 178. not means looking clean and tidy. بيبدو نظيف ومرتب. اللي هو مين? اللي هو طبعا ده smart. اللي هو معناها اما درتي. قاضر اجلي قبيح في مصد مشهور. she is wearing another dress. هي بترتدي فستان ايه? pink striped cotton. ولا striped cotton pink. طبعا دي ما تنفعش لالى المادة الخام جات في النص. we striped pink cotton ولا cotton striped pink. برضو المادة الخام دي جات في الاول. يبقى احنا نشوف الاتنين المادة الخام جات فيهم في الاخر. ولكن هنا اخد بال ان الوصف بيجي قبل اللون. يبقى سترايب دي بنك كتن. rich egyptians المصرين اللي هما الاغنياء wore beautiful gold nought around their necks. طبعا بيلبسوا ايه من الزهب وجميل حول رقبتهم اللي هي اللي هي اللي هي العقود. اما scarves sharpots ringes حلان و ringes خواتم. hoda likes to dress in a traditional nought. هدا بتحب ترتدي traditional ايه traditional style اللي هو style تقليدي. بعد كده بيقول لي it's a not scarf. السكارف ده ايه? green long beautiful. طبعا هنا المفروض ان احنا عندنا الوصف بيجي في الاول فدي ما تنفعش. beautiful green long ولا long green beautiful برضو دي ما تنفعش الوصف في الاخر ولا beautiful long green. احنا هنا عندنا اتنف الوصف في الاول ولكن اخد بالي ان الايه ان الشكل بيجي قبل اللون يبقى beautiful long green. we went to the island احنا اه زهبنا الى الجزيرة in another boat. في قارب ايه? wooden long old خشبي قديم طبعا ما تنفعش خشبي دي لان المادة الخام جات في النص. في الاول سوري. long old اه طبعا wooden طبعا دي الاجابة الصحيحة لان احنا هنا جال شكل وبعد كده العمر والمادة الخام ولكن هنا برضو المادة الخام جات في النص وهنا المادة الخام جات في الاول وده الترتيب خطأ. بعد كده..... كيلوباترا ارتدت ملابس بيضاء واسعة من الكتان بحزام يبقى لوس ده واسع او فطفاض اما لوس يخسر لوس خسارة لوس اللي هي معناها فقدة بعد كده سؤال كوريكت بيقول لي احمد wanted his mother to iron his نقط عايز يقول ايه الشرط بتاعه عايز يقول الشرط بتاعه الايه اللي هو الجديد اللي هو الابيض من الكتان اول حاجة عندي طبعا بيكون العمر وبعد كده اللون وبعد كده المادة الخام يبقى اقول ايه new white cotton واكتبها انا احنا برقم بس علشان بس المكان والوقت يبقى هنا عندي new white cotton it's a linen beautiful blue dress عايز اقول فستان عايز اقول فستان جميل ازرق من الكتان اول حاجة الوصف وبعد كده اللون وبعد كده في الاخر المادة الخامية يبقى beautiful blue linen it's a blue cotton new scarf عايز اقول اشارب جديد ازرق من الكتان عايزة طبعا هنا عندي العمر ده number one وبعد كده اللون وبعد كده المادة الخامية يبقى new blue cotton it's a long plastic striped snake عايز اقول سعربا مخطط طويل من البلاستيك اول حاجة الوصف وبعد كده الشكل وبعد كده طبعا المادة الخامية يبقى striped long plastic snake page 184 ده vocabulary exercise على lesson 3 and 4 الدرس الثالث والدرس الرابع نبدأ كده مع بعض بيقول لي where building more factories to improve not احنا بنبني العديد من المصانع اللي كي نحسننه farming, zeraعة, sports, reyadات, environmental, bea ولا industry صناعة طبعا احنا بنبني مصانع عشان نحسننه ال industry اللي هي الصناع this soil rd is not for ground crops هي ايه لزراعة cotton cotton sorry cotton يبقى far بعيدة perfect ممتازة او مثالية sweet حلوة ولا soft اللي هي معناها ناعم او طريبة هي perfect اللي هي معناها ممتاز او مثال not means something scientists can make هو شيء يقدر الولماء ان هما يصنعوه crops المحصيل fruits الفكهة vegetables الخضروات ولا chemicals مواد الكيميائية طبعا هي chemicals مواد الكيميائي she not some flowers and give them to her mom هي ايه بعد الزهور واعطتهم لوالدتها يبقى packed اللي هي قطفت اه بعد كده بيقول لي it's a perfect crop انه محصول ممتاز because we planted it in a good نقط محصول ممتاز لان احنا زرعنا في جود ايه sale اللي هو شراع soil تربة فلور ارضية ولا سي بحر طبعا لان احنا زرعنا في تربة جيد Egypt is famous for grown not to make materials مصر بشهورة بصناعة ايه اللي صنع الماتريالز اللي هي المواد الخام crops اللي هي المحصيل crops اللي هي مجموعات goals احداف topics موضوعات طبعا هي مشهورة بصناعة او زراعة المحصيل اللي هي بتنتج المواد الخام He not a novel from the library to read at home عايز اقول ان هو استعار رواية نوفل يعني رواية بين المكتبة اللي قرأها في البيت انا عندي verb borrow اللي هي معناه يستعير borrowed اللي هي استعار اما warstada give اعطى sood اللي هي معناه خير Sarah's jacket is made of a good note Jacket sara مصنوع من ايه من ايه جيد material اللي هو مادة خام او كوماش silver فضة gold زهب ولوات خشب طبعا احنا هنا قلنا ان material ممكن تساوي close اللي هي معناها كوماش نكمل في page 185 if something is not it is expensive and good quality لو الشي ده هو معنى ايه معنى ان هو غالي وطبعا هو جودته جيد ده يبقى هو poor فقير old قديم وال ancient asery وال luxury فاخر طبعا هو luxury we wear new clothes for special note احنا بنرتدي ملابس جديدة في special occasions اللي هي المناسبات الخاصة بعد كده عندي we need good note to grow plants احنا محتاجين ايه جيد لكي نزرع اللي هي النباتات محتاجين sun champs ولا صول التربة ولا reason سبب ولا اندستري صناعة يبقى احنا محتاجين soil طربة جيدة لكي نزرع النباتات farmers not a lot of crops in our country عايز اقول ان الفلاحين بينتجوا العديد او الكثير من المحاصيل في دولتنا يبقى انا عندي verb produce اللي هو معناها ينتج اما reduce معناها يقلل damage معناها يتلف برو معناها يستعيل بعد كده بيقول لي not means not hard to touch معناه ليس صلب الملمس يعني هو ايه كويت هادئ ولا nervous عصبي او متوتر ولا curly اللي هو مجعد ولا soft ناعم طبعا هي soft the people and fingers around you earn your life is الناس والاشياء الموجودة حولك في حياتك هما ايه طبعا هما الenvironment اللي هي البيئة اما عندي space اللي يفضاء chemical مادة كيميائية school معناها مدرسة بعد كده بيقول لي i was not sorry i was ill انا كنت تعبان not a result عايز اقول له كنتيجة لذلك i didn't go to school yesterday انا لم اذهب للمدرسة بالان يبقى as a result كنتيجة لذلك paper is yours do not make close عايز اقول ان الورق بيستخدم في صناعة الكتب يبقى to make طبعا لو استخدمت for بيجي وراها الverb زاد ing اما use to معناه يستخدم لي we بيجي وراها infinitive الفاعل في المزر نكمل في page 187 طبعا ده جزء خاص بي اختبار بدأ اتقانك للمفردات زي جزء التسميع كده السؤال الاول بيقول لي which shoes do you prefer to not عايز يقول لي اي حزاء انت بتفضل ان انت ترتدي يرتدي اللي هي where قال له i prefer trainers بقى افضل الحزاء الرياض فقال له are trainers عايز يقول له هل الحزاء الرياضة مريح اللي هي comfortable قال له yes they are اي وا هي مريح which clothes do you like اي ملابس بتحبها قال له i like انا بحب الملابس عايز يقول الملونة اللي هي colorful and strive the clothes وي الملابس المخطط do you think not is important for egypt هل تعتقد عايز يقول ان صناعة الكوتن مفيدة لمصر طبعا هي صناعة الكوتن اللي هي اه طبعا كوتن industry قال له yes it's very important بعدك اي بقول له what is the egyptian cotton used to make القوتن المصري بيستخدم لايه قال له it's used to make عايز يقول الملابس الفاخرة اللي هي luxury close luxury clothes الملابس الفاخرة بعد كده سؤال الديالوج سؤال محادثة مهم جدا ان احنا نقرأ الديالوج كاملا بيقول لي ناهد and hana are talking about clothes ناهد وهنا بتكلموا عن الملابس فناهد بتقول لها how many pairs of shoes do you have كم عدد ازواق طبعا الاحزيه اللي عندك يعني انت عندك كم زوج فرضت قلت لها ايه فرضت قلت لها سألتها سؤال تاني انا بحب الزوج يبا هي هنا عندها هكذا زوج يبقى ممكن تقول لها مثلا i have two pairs عندي زوجين i have two pairs of shoes عندي زوجين من ال ايه من الاحزيه فعايزة تقول لها ايه باي حزاء بتفضلي او اي ايه او اي زوج بتفضلي ممكن تقول لها which one يعني ايه اي واحد which pair او which one which pair do you like اي زوج بينهم انت بتفضلي قلت لها i like the black pair بفضلي ايه الزوج الاسود it's comfortable ده مريح قلت لها will وسألتها سؤال تاني قلت لها i like colorful and striped clothes انا بحب الملابس الملونة وكمان المخطة طيب عايزة تقول لها ايه الملابس اللي انت بتحبيها يبقى تقول لها which clothes اي ملابس do you like بتحبيها which shops do you prefer big or small ايه المحلات اللي انت بتفضليها المحلات الكبيرة ولا الصغيرة فاردت قلت لها ايه كمل علشان نعرف they are cheaper than big ones هي ارخص من الايه من الكبيرة يبقى تقول لها طبعا i prefer يبقى هي هنا بتفضل الصغيرة او الصغيرة i prefer the small ones بحب الايه الصغيرة ليه بقى the small ones ليه لان هي طبعا cheaper ارخص how many bags do you own كم عدد الحقائب اللي انت بتمتلكيها فاردت لها ايه it is made of leather هي مصنوع من الجلد يعني عندها واحدة بس يبقى i have one عندي واحد السؤال التاني برضو ده سؤال دالك بيقول لي سامي ورامي are talking about Egyptian cotton سامي ورامي بتكلموا عن القطن المصر فسامي بيقول له هاي رامي what is the most important crop in Egypt ما هو اهم محصول في مصر قال له هاي سامي يبقى هيقول له ايه it's the cotton انه ايه القطن it's cotton فسألوا سؤال قال له because Egyptian cotton is famous all over the world لان القطن المصري مشهور حول العن يبقى ممكن يقول له ايه why is it important why is it the most important ليه هو الاهم قال له لان احنا بنستخدمه او اللي هو بيستخدم في او مشهور في جميع انحاء العالم سألوا سؤال تاني قال له it is grown in many Egyptian fields بيزرع في العديد من الحقول المصري يبقى عايز يقول له اين يزرع يبقى where اللي هي معناها اين وعند is اللي هي الفعل المساعد وال it الفعل grown where is it grown اين يزرع what is the cotton used to make الكتن ده بيستخدم لصنع ايه ممكن اقول مثلا it is used to make مثلا ملابس الفخرة اللي هي luxury clothes يبقى it is used to make luxury clothes الملابس بيستخدم في صناعة الملابس الايه الفخرة do you have any cotton clothes هل انت عندك اي ملابس من الكتن يقول له طبعا yes i do نكمل في page 188 طبعا ده الجزء الخاص بالgrammar احنا كنا شرحنا one وones اللي هي طبعا one بتستخدم بدلا من تقرار الاسم المفرد الذي يعد في الجملة وone بتستخدم بدلا من تقرار الاسم الجامل وهنا اللي هي demonstrators اللي هي اسماء الاشارة وقلنا ان هي this that these those وطبعا اه قلنا استخدماتهم كل ده و اكتر شرحنا في فيديو كامل شرحنا في grammar unit بالكامل تقدر تدخل على القناة واتبع فيديو الشرح مهم جدا نبدأ كده مع بعض بيقول i lost my mobile and i unbought a new note انا فقط التليفون بتاعي my mobile واشترت اذا عايز اقول اشترت واحد جديد موبايل هنا مفرد يبقى one a new one these cakes are the best note at the bakery عايز اقول الكيكات دي اللي هي الجامعة ده هي افضل كيكات في البكري يبقى هنا عايز ايه عايز وانز اللي هي الجامعة يبقى the best وانز no trainers are nice and comfortable عايز اقول الحزاء ده اللي هو الجامعة ده هو رائع وكمان comfortable طبعا ما نفعش that or this لان دي مفرد يبقى this اما there معناها you get page 189 what's not small thing buy chair عايز اقول ايه هي الاشياء اللي هو اصغر شيء what's a اصغر شيء اللي هو buy my chair اللي هو بجانب الكرسي بتاعي يبقى what's this ليه لان small thing ده مفرد عايز يقولي الشيء الموجود بجانب الكرسي بتاعي ما نفعش this ولا those ولا ones دل كلهم ايه جامع ولكن مفرد اللي هو small thing مفرد which dress are you going to wear اي فستان انتها سوف ترتدي قايت لها this one or that ايه عايز اقول ايه ده ولا التاني يبقى برضو that one لان برضو مفرد this one القريب ولا that one اللي هو البعيد not motorbike is from china عايز اقول ان ايه الموتوربايك ده اللي هو الدراجة البخارية دي هي من الصين يبقى عايز اقول هنا طبعا هنا مفرد يبقى استخدم معاها that ما ينفعش those ولا this لان دول جامع ones برضو جامع i have a smaller note you can try it on انا عندي واحد صغير انت تقدر ان انت تجربه a small اخد بالي من a يبقى مفرد يبقى smaller one طبعا ما ينفعش استخدم this ولا those ولا ones دول كلهم ايه جامع بعد كده بيقول لي which note do you prefer عايز اقول اي واحد بتفضله قال له the black ones اللي هو ايه اللي هو الاسود زوج الاسود دي بقى جامع يبقى which ones the blue bag is not mine الحقيبة الزرقاء ليست بتاعتي not one is mine عايز اقول the one ده مفرد طبعا اللي هناك دي بتاعتي يبقى that one i don't like that scarf انا لا احب هذا الاشار let's buy another نقط عايز اقول خلينا نشتري واحد تاني يبقى هنا ده مفرد يبقى one بعد كده سؤالي correct بيقول لي why don't you wear these brown scarf عايز اقول وليما لا ترتدي هذا الاشار بالإيه البوني اخذ اخذ بالين ال brown scarf ده ايه السكارف ده مفرد يبقى this المفرد من this هو this i lost my cap انا ضيعت الكاب بتاعي i need to buy a new عايز اقول واحد تاني كاب هنا مفرد يبقى بستخدم one وليس one look at this man over there اخذ بالي من over there هناك يعني بعيد يبقى that that pink jumper هذا البلوفر ال pink ده is the one i bought last week عايز اقول هو اللي انا اشتريته الاسبوع الماضي طب jumper ده مفرد يبقى is the one this earrings are very nice عايز اقول الحلق ده رائع جدا ولكن ده الحلق جامع يبقى الجامع من this هو this that skirts are my sisters الجباد دي بتاعت اختي او ملك اختي skirts الجامع من that هو those بعد كده بيقول لي the car is the fastest ones عايز اقول السيارة دي اسرع واحدة car مفرد يبقى one this dress is the ones i like الفستان ده هو الواحد اللي انا بحبه dress مفرد يبقى one قاعدة سهلة جدا وبسيطة جد this socks are my brothers الشرب ده بتاع اخويا socks جامع يبقى this this book is better than that ones عايز اقول الكتاب ده افضل من التاني يبقى one مش ones لان مفرد والتاني برضو مفرد نكمل في بيديو 190 ده general exercise على الدرس التالي والدرس الرابع السؤال الاول ده سؤال الديالوك سؤال المحادثة نقرأ الديالوك كاملا وبعد كده نبدأ نجاو سامي بيشتري قميس من حل ملابس فالسيلزمان الباع بيقوله كيف استطيع مساعدتك يعني ازاي قدر اساعدك بيقوله طبعا انا عايز اشتري ايه عايز اشتري قميس يبقى هيقوله عايز اشتري او انا اريد انا اشتري قميس السزمان بيقوله او سأل سؤال قاله انا اود حاجة ايه كده واسعة او فطفاضة يبقى عايز يقوله ايه ايه اللي هو السطايل او اللي هو التراز طبعا what style would you like what style would you like ايه السطايل اللي انت عايز وقاله عايز حاجة ايه حاجة لوز سأل سؤال قاله ايد لايك ات فلو انا عايز ازرق يبقى what color بيسأل عن اللون what color would you like ايه اللون اللي انت توده او عايزه قاله ايد لايك ايت بلو عايز ازرق what do you think of this one ايه رأيك في ده فقاله ايه قاله how much is it يبقى هيقوله مثلا i think it's nice i think it's nice اعتقد ان هو ايه رائع how much is it كم تمنوا قاله it's l e 250 250 50 جنيه يقوله i'll take it حاغض it's often used to make هو غالبا بيستخدم لصنع نوات close الملابس اللي هي اللي هي الفاخرة اما golden ذهبي cheap رخيص heavy سقيل بعد كده بيقول لي i wear smart and casual close انا بلبس ملابس casual وانيقة on special نوات في المناسبات like wedding and parties مثل حفلات الزفاف اللي هي special occasions المناسبات الخاصة اما lives معناها حياة وعندي customers اللي هي زباين وbuildings اللي هي ما بين بعد كده بيقول لي and not means something produced by a scientific process هو شيء ما بينتج بوسطة التجربة علمية او عملية علمية الهو chemical اللي هي المادة الكيميائي اما vegetable خضار fruit فكه crop محصول soft اللي هي معناها ناعم او طري طبعا is opposite مضادة لكلمة ايم هي big small صغير hard صلب ولا strong قوي طبعا soft مضادة hard you can't wear my shirt امتى لا تستطيع ان انت ترتدي القمس بتاعك we are not the same not نحن ليس نفس 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 size نفس المأس اما color اللي هي long site اللي هي موقع high اللي هي معناها عالي بعد كده بيقول لي this shirt is modern القمس ده modern حديث او جديد but that not is traditional عايز اقول التاني ده تقليدي يبقى that one لان shirt هنا مفرد يبقى بنعوض عنها b1 نكمل في page 191 not looks the smallest عايز اقول يبدو الاصغر those shirts ولا these shirts ولا that shirt ولا that shirts اخد بالي من looks looks هنا ايه فعل في المفرد ليه فعل مضاف له اس يبقى that shirt these jeans are better than the knot on the shelf over there عايز اقول البنطلون الجنس ده ولكن هو جامع هو افضل من الهناك الموجودة على الرف over there هناك يبقى ones جامع we should not our environment يجب ان احنا نحمي البيئة protect اما ده مش جتلف break يقصر lose معناها يفقد بعد كده سؤال correct بيقول لي will you take this brown shoes or not هل ستأخذ ال brown shoes دي اللي هي الحزاء البني ده ولا لأ brown shoes ده جامع يبقى these وليس this there are these are my mother's earrings ده حلق ماما but mine is small عايز اقول ايه اخد بالي من earrings جامع يبقى or small do you prefer this dress or that one over there عايز اقول هل تفضل الفستان اللي هو المفرد فستان ده ولا اللي هناك يبقى this اخد بالين دايما over there ده هناك ده بعيد this dress is the one I like very much الفستان ده هو اللي أنا بحبه فستان مفرد يبقى one بعد كده احنا بنحفظ الباراغراف المفروض ان احنا بنتدرب عليه من اول الترم اه علشان نقدر ان احنا نكتب بكل سهولة وبدون حفظ وكمان الباراغراف ده مجاب عنه في نهاية الكتاب نكمل في بيج one hundred ninety six ده vocabulary exercise على الدرس الخامس والدرس السادس نبدأ كده مع بعض they put a big note to keep my fingers in انا او هم اشتروا اه اكبير لكي يحفظوا فيه العديد من الاشياء يبقى هم اشتروا machine الا chest of drawers خزانة زاتها drop ولا board اللي هي صبورة ولا chairs كراسي يبقى هم اشتروا طبعا chest of drawers بعد كده يقول لي this jacket الجاكت ده نقط me i take it عايز اقول هو بيناسبني انا هاخده يبقى fits me اما checks يفحص boys بيشتري find secret can you tell me the note of this dress please عايز يقول لي هل تخبرني ايه لفستاندة من فضلك قال له it's le 700 ده تمنه 700 جنيه يبقى ده price اللي هو السعر اما size الحج color اللي هو الرقم نكمل في بيج one hundred ninety seven the person who wants to buy something at a shop is called a الشخص اللي هو بيريد ان يشتري شيء امام المحل هو اسمه ايه اسمه الويتر جرسون مانجر مدير customer زبون ولا shopkeeper اللي هو بقع في محل يبقى هو الكاستمر اللي هو بيبيع يبقى هو الكاستمر حجرة تغيير الملفز بعد كده بيقول لي we saw a big old note in the museum احنا شاهدنا ايه كبير وقديم في المتحف statue تمثال اما window شباك او نافذة computer جهاز computer robot we have this black jacket احنا عندنا الجاكت الاسوت or that one in the shop نقط عايز اقول ولا اللي هو التاني اللي هو موجود شوب ايه ويندو في فاترينة المحل اما door يعني باب باك حقيبة box صندوق when you want to buy something عندما تريد ان تشتري شيء ما not eat on to check the size عايز يقول له جربه او قيسه لكي تتأكد من المقاس يبقى try on try on معناها طبعا يقيص او يجارب cry يبكي fry يقلي dry معناها يجفف نكمل i'll buy not sandwiches i am still very hungry عايز اقول انا سوف اشتري سندوتشات اضافية لان انا ما زلت جعان جدا يبقى extra extra معناها اضافي small صغير old كبير ولت طبعا old كبير للسن ولت الصغير i found a note for a job in the newspaper yesterday بيقول انا وجدت عايز اقول اعلان لوظيفة في الجريدة بالامس هو an advert an advert اما style اللي هو نظام او طراز occasion مناسبة climate مناخ she looks so not in the new dress that's amazing عايز اقول هي بتبدو جميلة جدا في الفستان الجديد the amazing مدهش يبقى pretty pretty يعني جميل silly سخيف normal عادي strange غريب ولكن هو بيقول amazing ده مدهش look انظر there is a strange note in the garden عايز اقول لي you get a غريب في الحديقة شب محل object شي subject طبعا موضوع او فاعل ولا customers بون يبقى في strange object طبعا في شيء غريب موجود في الحديقة بعد كده بيقول لي to not is to be the correct size or shape for someone or something عايز اقول ان انت to a ان انت تلائم معناه ان انت تكون نفس الايه او المقاس الصحيح والشكل الصحيح كمان لشخص ما او شيء ما يبقى too fat اما fail يملأ fail يفشل و fight معناها يحارب بعد كده بيقول لي my cousin is going to not married tomorrow عايز اقول ابن عمي سيتزوج غدا اللي هي get married get married معناها يتزوج this shirt isn't not for you عايز اقول ان التشيرت ده ناط لايس ايه لك you can buy another one طبعا انت تقدر تشتري واحد تاني isn't perfect ماهوش مثالي لك او ملائم لك اما بات سيء boring ممال protect يا حمي we not house to live in a bigger one عايز اقول احنا انتقلنا من منزل لكي نعيش في واحد اقب يبقى we move the house انت قلنا ل page 199 طبعا ده general exercise على الدرس الخامس والدرس السادس السؤال الاول زي ما احنا شايفين ده سؤال listening سؤال استماع طبعا السؤال ده بيعتمد على ان احنا بنستمع لنص من خلاله بنجاوب على الاسئلة الموجودة قدامنا حاول ان انت تقرأ الاسئلة قبل ما تسمع الاول تاخد كده فكرة عنها عشان يكون من السهلة عليك تسمع وتجاوب في نفس الوقت بعد ما تسمع للنص وقف الفيديو حاول تجاوب لوحدك وشغل تاني شوف حالة صحة او خطأ كلام من انواع التدريب على السؤال نسمع كده مع بعض بيقول لي مصنع من الجلد مصنع من الجلد تمانها كان للي 500 500 جنيه السؤال التاني ده سؤال الديالوج مهم جدا ان احنا نقرأ الديالوج كاملا بيقول لي هودا بتتكلم مع ليلة عن الملابس فهودا بتقول لها what a lovely scarf you are wearing يا له من اشارب كده جميل انت مرتدياء او لابسيالة لو فيه هنا اكسيكلميشان مارك كده تعجب قلت لها really حقا سألتها سؤال قلت لها yes I like the green color ايوة بحب اللون الاخضر ده سؤال بمعنى هل يبقى عزة تقول لها هل انت بتحب اللون الاخضر هل هنا هنستخدم do لان الفعل في المضارع البسيط يبقى do you like هل انت بتحبي the green color اللي هو اللون الاخضر do you like the green color هل انت بتحب اللون الاخضر قالت لها yes I like the green color سألتها سؤال قلت لها it is made from Egyptian cotton هي مصنوعة من الكتن المصري يبقى what is it made of what is it made sorry from لاني هنا عندي made from what is it made from هي مصنوعة من ايه قلت لها هي مصنوعة من القطن الايه المصري great عظيم where did you buy it اشتريتها منين ممكن تقول لها مثلا at the closed shop من محل الايه من محل الملابس at the closed shop من محل الملابس are there any more green scarves there هل هناك اي اشربات خضراء هناك قلت لها ايه this was the last one ده كان اخر واحد يبقى هنقول طبعا الاجابة بالنفي يبقى no there aren't oh dear يا الهي what about going to the market tomorrow وماذا عن الذهاب للسوق غدا تقول لها مثلا good idea فكرة حلوة بعد كده سؤالت should the character answer بيقول لي احمد زستانيك احمد واقف we need a not chair please احنا محتاجين عايز اقول كرسي اضافي يبقى an extra chair كرسي اضافي this suit هذه البدلة doesn't not me i need a light color انا عايز لون فاتح يبقى البدلة دي لا تناسبني يبقى doesn't fit me اما full يسقط فيه ليشعر fight يحارب sama wants to not to a new house عايز اقول سما بتريد ان هي تنتقل الى منزل جدي she wants a warm place هي محتاجة مكان ايه مكان دافئ يبقى wants to move move معناه ينتقل الى destroy يدمر meet you قابل play يلعب نكمل في page 200 these books are funny كتب دي ممتعة but those not are very boring ولكن التانيين دول مميين box جامع يبقى نعوض عندها بوانز واخد بالين هنا كمان ايه those جامع بعد كده بيقول لي not sandals are very expensive عايز اقول الصندل ده غالي جدا sandals جامع يبقى اقول ايه these عايز ا هنا اسمي اشارة ولكن للجامع بعد كده بيقول لي look at these shorts انظر الى هذه الشورت او الشورتز ده which not do you like better عايز اقول ايه واحدة منهم انت بتريد اخد بالين الشورتز جامع يبقى which ones طبعا دي قاعدة سهلة جدا وبسيطة جدا قاعدة one ones the shop is crowded المحل مزدحم it's full of oil هو ممتلق بايه full of معناها ممتلق بايه ممتلق بالكاستومز عادات ولا الكاستومز زبون الزباين ولا الكاستومز الزياء ولا الكاستومز تكاليف طبعا ها مملوء الكاستومز اللي هي الزباين i saw a handbag for not online انا شفت حقيبة عايز اقول للبيع online يبقى for sale اما sale يبيع sale اللي هو شراع وستيل يسرق اما for sale للبيع lynn's dress فستان lynn fits not she looks pretty عايز اقول ايه بيناسبها تماما هي تبدو جميلة يبقى perfectly this jacket is loose الجاكت ده واسع او فطفاض i need smaller نقط انا عايز مقاس ايه انا عايز مقاس اصغر يبقى size اما length اللي هو طول هايت ارتفاع wait اللي هو الوزن بعد كده email بيقول لي write an email to your friend samya اكتبي email صديقتك samya about the handbag you want to sell عن الحقيبة اللي انت عايزة تشتريه يبقى ده subject الموضوع كده بجمع الايه العنوان your friend's email address samya at yahoo.com ده email صديقتك اللي هي to الى اللي هو your name الشريفة اسمك شريفة and your email address is shreyfaa at gmail.com وده عنوان اللي هو الشخص الراسل ابدأ بقى اكتب الاميل بتاعي وابدأ اكتب هنا بقى دير انا كده حددت العنوان اكتب دير بقى واكتب اسم الشخص اللي انا حرسل الاميل واكتب جملة مقدمة مثلا كيف حالك او اي جملة مقدمة انا عايز اكتب ها وبعد كده ابدأ بقى اكتب في السبجك بتاعي اللي هو الموضوع واحنا قلنا هتقدر تكتب الموضوع من خلال الدرس اللي انت بتقرأها واني انت بتجمع فيها معلومات خلصت الموضوع بتاعي اكتب جملة خاتمة ممكن اكتب مثلا سي يوسون اراقي قريبا واكتب بقى هنا يورز واسم الشخص اللي انا هيرسل الايميل بتاعي وطبعا الايميل ده مجابع عنه في نهاية الكتاب نكمل في طبعا دي تدريبات مجمعة من الاختبارات المحافظات على السؤال الاول قبل الذهاب الى النادي انا غالبا برتدي ماء اللي هو الحزاء الرياض اما صندلز صندل بايك دراجة موتور بايك دراجة بخاري غالبا بيرتدوا على رأسهم يبقى بيرتدوا ايه عايز اقول يوجد خزانة ذات ادراج كبيرة في حجرتي بقى خزانة ذات ادراج بعد كده بيقول هي مناسبة سعيدة لكل الناس هي الودينج اللي هي الزفاف اما اخد بالي بقى ويدنج دي ازالة الحشاش الضرة الخياطة السرقة اي اي انا عايز اشترك جلبية بتاعت الام كوتن لونج جري طبعا دي ما تنفعش لان المادة الخام جات في الاول والمادة الخام بتيجي في الاية لونج كوتون جري هنا لونج جري كوتون ولا جري لونج كوتون هنا عندنا المادة الخام الاخر ولكن اخد بالي بقى ان هو بيجيب لي الشكل وبعد كده بيجيب لي اللون وبعد كده المادة الخام يبقى لونج جري كوتون طبعا هي بترتدي زوج من اي الزهب الجميل في ازنها اللي هو ارنجس اللي هو الحلاء بعد كده بيقول لي اللي هي الأحزية الحقائب الأحزمة غالبا بتكون مصنوعة من الليذر اللي هو الجلد بعد كده بيقول لي ماما بتحب الملابس اللي هي بيضاء واسعة ولكن هنا لا تنفعش دي عشان الكتان جي في النص دي المادة الخام وعندي ويت لوز لانن وعندي لانن لوز ويت طبعا برضو دي ما تنفعش بمجرد النظر كده لان المادة الخام جت في الاول والمادة الكام تيجي في الاخر فانا عندي هنا le 2 دول المادة الخام جت في الاول ولكن اخد بالي بقى ان الاولى دي اللون الاول جيب وبعد كده اللايه وبعد كده الشكل ولكن انا عايز الشكل واللون والمادة الخام يبقى لوز ويت لانن بعد كده بيقول لي طبعا هي اجيبشن غمان معظم السيدات عند المصدرين القتباء احب ارتداء ايه حول رقبتهم ان هي النكلاسيس اللي هي العقود عايز اقول اين حصلت على النظارة الشمسية بتاعتك هنا جامع يبقى ذيس بعد كده سؤال الكوريكت بيقول لي عايز اقول ايه عايز اقول جي بقى جميلة زرقاءة اللون وكمان هنا صوف اخد بالي بقى وانا برتب الصفات احنا قلنا ان صفة المادة الخام بتجي في الاخر يبقى لو عندي 3 صفات يبقى دي رقم 3 فانا عندي اللون والايه والوصف طبعا الوصف اللي بيجي الاول وبعد كده اللون وصف لون مادة خامي يبقى beautiful blue wool عايز اقول ان اخويا عنده سيارة كهربائية جديدة طبعا لونها احمر يبقى هنقول ايه new اللي هو الوصف new red electric car new red electric car انا اشتريت الجزمة دي الاسبوع الماضي من السوق طبعا شوز جامع يبقى this الجامع من this هي this this rings are very nice عايز اقول الحلق ده رقع جدا طبعا هنا الحلق برضو جامع يبقى this الجامع من this هو this these trainers are better than the one i had before عايز اقول الحزاء ده افضل من اللي انا شفته قبل كده طبعا حزاء جامعي بقى ones i don't want the green apples انا لا احب التفاح الاغض i want the red ones عايز اقول اللي هو الاحمر بقى ده جامعي بقى ones it's a long plastic striped snake عايز اقول صعبان مخطط من البلاستيك طويل يبقى هنا هنقول اول حاجة اللي هو الايه اللي هو الوصف يبقى ده number one striped long plastic المد الخام في الآف striped long plastic we are answering these questions قويت لي احنا بنجاوب هالاسئلة دي بهدوء يبقى انا اخد بالي هنا questions جامع يبقى استخدم this i lost my socks انا فقط الشرب بتاعي i need to buy new عايز اقول واحد جديد يبقى ones عشان socks جامع نكمل في page 205 the test on unit 10 اختبار على unit 10 السؤال الاول ده سؤال listening سؤال اجتماع نسمع كده مع بعض بيقول لي some people are starting to use a plant called bamboo instead of cotton to make clothes the plant is an important crop in china where the bamboo industry makes a lot of money السؤال الاول بيقول لي the text is about a plant called النص ده عن نباته يسمى انه هو نبات البابو people use bamboo to make clothes bamboo is an important crop in china the bamboo industry makes a lot of money السؤال التاني ده سؤال الديالوك سؤال المحاسة بيقول لي neither wants to buy a shirt neither بيريد ان يشتري قميس فالشوك كيبر بيقول له can i help you ممكن اساعدك هيقول له طبعا yes انا عايز اشتري ايه shirt yes i want to buy a shirt انا عايز اشتري ايه عايز اشتري قميس عرفنا منين من العنوان what style would you like ايه الستايل الي انت عايزه قال له i'd like something loose but smart انا عايز حاجة كده واسعة ولكن انيقة فسألوا سؤال we have linen and cotton shirts احنا عندنا قمصان من القطن والمقوي الكتان عايز يقول له ايه المواد الخام اللي عندكو يبقى what materials ايه المواد الخام do you have what materials do you have ايه المواد الخام اللي عندكو قال له linen and cotton shirts سألوا سؤال قال له of course بالطبع the changing room is over there طبعا حجرة تغيير الملابس هناك انا قلت طبعا لو احنا عندنا في الاجابة of course او مثلا sure ده معناه ان ده سؤال بمعنى هال يبقى عايز يقول له ايه هل ممكن ان انا اجربه مثلا يبقى can i try it on can i try this one on اممكن يقول له can i try on this one ممكن اجرب ده قال له yes of course the changing room of the over there does it fit هل هو بنسبني قال له طبعا yes sure او yes it does ايوه هو بنسبك نادر بيقول له how much is it تمنوا كام قال له مثلا it's 200 pounds تمنوا مثلا بتين جنيه قال له i'll take it and heart بعد كده قطعة الريدنج بيقول لي Egypt is famous for growing crops to make materials مصر مشهورة بزراعة المحاصيل لصناية المواد الخام the ancient Egyptians grew plants by the Nile to make linen المصرين القدماء طبعا زرعوا نباتات بجوار النيل لصنع الكتان almost everyone were clothes made of linen طبعا تقريبا كان كل شخص بيرتدي ملابس من الكتان and they also used the plant to bake baskets وكمان كانوا بيستخدموا النبات لصناعة السلال today اليوم Egyptian cotton القطن المصري is famous all over the world هو مشهور حول العالم because cotton from Egypt لأن القطن اللي من مصر is very good جيد جدا it's often used to make luxury clothes هو غالبا بيستخدم في صناعة الملابس الفاخيرة and things for homes والأشياء للمنزل العديد من الناس بيعملوا في صناعة القطن from farmers to people making or selling clothes and materials من الفلاحين للناس اللي بيصنعوا بيبيعوا الملابس وكمان المواد الخان المناخ وكمان التربة الزراعية في مصر هي ممتازة أو جيدة أو ملائمة لزراعة القطن وكمان مياه النيل ما زالت بتستخدم للمحاصيل كل القطن بيقطف باليد اللي كانوا حافظ عليه ناعم عندما تزرع القطن بيستخدم بايا كتير اللي هو القطن وحاليا الآن الحكومة بتحاول تساعد اللي هما الفلاحين أو المزرعين لحماية البيئة واستخدام مياه أقل السؤال الأول بيقول لي the underlying word luxury means luxury للمعناها فاخر معناها cheap rخيص expensive غالي أقل قبيح بات سيء طبعا معناها expensive when you grow قطن لما بتزرع القطن it uses a lot of بيستخدم الكسير من الووتر اللي هي المياه كل الأسئلة بنجاوبها من القطع the ancient Egyptians use the note to make basket المصريين القدماء استخدموا ايه لصناعة السلال استخدموا اللي هي النباتات بعد كده بيقول لي give a suitable title for the passage اعطي عنوات مناسب للقطع القطع كلها بتتكلم عن ال Egyptian cotton اللي هو القطن المصري حدي تاني يقول crops in مثلا ايجبت المحاصيل في مصر سؤال ده اي حد يقدر يقوله بأي طريق why does the government help the farmers ليه الحكومة بتساعد الفلاحين to protect هو جاب لي هنا في البسج to protect the environment and use less water دي ايجابة السؤال number five بعد كده بيقول لي what does the underlying it refer to التدي كانت بتشير الى القطن اللي هو القطن بعد كده سؤال شو the correct answer بيقول لي women usually wear not to protect their hair السيدات عادة بترتدي ايه لكي تحمي شعرها بترتدي طبعا سكارفز اللي هي طبعا طرح او اشربات اما سكارتز جايب sandals sandals trainers حزاء رياض i like to wear this not t-shirt انا 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 بحب ارتدي التشيرت ايه cotton old دي ما تنفعش لان المادة الخام طبعا جت في الاول we cotton new برضو ما تنفعش cotton red ما تنفعش here red cotton t-shirt he borrowed my trainers هو استلف الحزاء بتاع رياضي because we are the same لان احنا نفس ايه size نفس المقاس material ما دخام character شخصية color لون نكمل that bag is black الحقيبة ديت سوداء but this not is brown ولكن التانية ديت ايه طبعا this مفرد يبقى this one تانية بني farmers use not to protect their crops from insects الفلاحين بيستخدموا ايه لكي يحموا المحاصيل بتاعتهم من الحشرات يبقى بيستخدموا chemicals مواد كيميائي ايجبت is not for growing crops to make materials عايزة اقول مصر مشهورة بصناعة البحاصيل لانتاج او لصنع المواد الخام يبقى في مصفور مشهورة بي بعد كده بيقول لي these sandals الصندل ده نقط a lot of money عايزة اقول بيكلف فلوس كتيرة يبقى cost بيدفع dress يلبس و lost حول رقبتها طبعا necklaces اللي هي عقود not sandals are very expensive عايزة اقول الصندل ده غالي جدا طبعا صندل هنا جامع يبقى these sandals this is by school not d a school a i have to wear it every school d انا باضطر ان لان البسو كل يوم دراس يبقى school uniform اللي هو زي المدرس بعد سؤال correct بيقول why don't you wear these dress عايزة اقول وليما لا ترتدي هذا الفستان يبقى this لان dress مفراد i have a not old short gold necklace عايزة اقول عقد طبعا short قصير old كبير و قيد طبعا gold زهب يبقى دلا وعندي ثلاث صفات منهم material مادة الخامية دي نقم thay عندي short والمادة الخامية يبقى الشكل الاول وبعد كده العمر يبقى الترتيب هيكون طبعا a short old gold necklace a short old gold necklace these rings are silver الخاتم ده من الذهب but those not are gold ولكن دول من الذهب silver في الظهب و gold ذهب طبعا those جامع يبقى ones why don't you wear those nice jacket over there over there معناه هناك وجاكت مفرد يبقى ذات بعد كده الملابس في مصر القديمة وده مجابع عنه في نهاية الكتاب نكمل في page 200 8 ده الجزء الخاص باختبار الزهر الشريف بيقول مونة and احمد are talking about their hobbies مونة واحمد بتكلموا عن هواياتهم فمونة بتقوله good morning صباح الخير can i ask you some questions ممكن اسألك بعض الاسئلة هيقول لها good morning مثلا yes sure نعم بالتأكيد or yes of course دعم بالطبع or yes you can نعم تستطيع or sure or of course بس سالت سؤال فقال لها my favorite hobby is reading box هوايت المفضلة قراءة القتب يبقى عايزة تقوله ايه هي هوايتك المفضل يبقى what is وما يتحول الى your what is your favorite hobby ايه هي هوايتك المفضلة قال لها هوايت المفضلة هي قراءة الكتب سالت سؤال تاني قال لها كتب علمي يبقى عايزة تقوله ايه انواع الكتب اللي انت بتحب تقرأ هيبقى what kind of box ايه نوع الكتب what kind of box do you like do you like بتحب كراءتها قال لها طبعا الكتب العلمي what about you اما زعنك قلت له i like diving بحب الغطس قال لها wonderful رائع اي نو اتعرفه it's a sport you can do underwater هي رياضة تقدر ان انت تعمليها تحت المياه بعد كده سؤال ترتيب اه طبعا عندي similar and women close ancient Egypt war men in عايز اقول من الرجال and women والسيدات war كانوا بيرتدوا similar close ملابس متشابهة in ancient Egypt وطبعا انا هنا بس ما بارقمش بس لكن بارقم واكتب مع اي حسف الشورة طبعا ما بكتبش الشورة دي لان انا هنا بكون ايه gomen بعد كده factors a lot cause close pollution عايز اقول ان مصانع الملابس بتسبب الكثير من التلاوز يبقى close factors cause بتسبب number three a lot of pollution close factors cause a lot of pollution is all over Egyptian world famous cotton عايز اقول ان القطن المصري يبقى Egyptian cotton مالو is بيكون famous مشهور all over دي number four all over the world Egyptian cotton is famous all over the world you smaller do have size a عايز يقوله هل انت عندك مقاس اصغر يبقى do you have a smaller size هل انت عندك مقاس اصغر do you have a smaller size بعد كده سؤالة بعد كده سؤالة شو the correct answer بيقول لي it's a beautiful suit دي بدلة جميلة you look very انت تبدو ايه very smart عنيق she is looking for a loose jacket for a special knot هي بتدور على جاكت واسع المناسبة خاصة my sister loves not accessories اختي بتحب ايه عايز اقولي accessories اللي هي الايه colorful ولا color comfortable not comfortable or color ولا very colorful comfortable اخد بالي بقى ان احنا هنا احنا قلنا الوصف وبعد كده اللون يبقى comfortable colors accessories comfortable colorful accessories بعد كده بيقول لي not tool is made of iron عايز اقولي الادا دي مصنوعة من الحديد طبعا اداة مفرد يبقى this how not are those necklaces in the window عايز اقول how a اللي هي العقد الموجود في الwindو how size حق ولا little صغير ولا lots ولا how much يبقى عايز اقول how much كام سمن بعد كده الparagraph about your favorite clothes ملابسك المفضلة وده مجاب خلال اليون ملابسك المفضلة